تيسر إزاي السلعة دي هيتم إنتاجها في الصعيد إزاي المحصول ده يخرج من صعيد مصر ويجيلي ويتوزع على كل محافظات الجمهورية بتكلم إنه المنتج دايب عندنا مناطق تصنيعه ده اللي كان دايماً الرئيس بيتكلم عنه وهي مناطق التصنيع اللوجستية اللي فيها كل حاجة أنا بتكلم عن الزراعة بتاعة المحصول بتكلم عن الحصاد بتكلم عن التعبئة وبتكلم عن التغليف وبتكلم عن التوزيع كمان عشان يكون عندنا المشروعات كلها متكاملة والتصدير طبعاً بنتكلم برضو على الأنفاء وزي إن إحنا بيتم ربط سينة كمان بقناة السويس وزي إن يكون فيه جوه المنطقة الصناعية الموجودة في قناة السويس وزي الحاجة ممكن تطلع من المصنع على المينة أو على المطار ما خدش وقت كل ده حركة كل ده استثمار لما أنت بتكون رح مشوار وبتعود وقت فيه طويل علشان الطريق ده أكيد بيضيع من وقتك كتير لكن لو عندك طريق وصلك أسرع أكيد ده برضو هيفرق معاك في حياتك السوامة اللي احنا بتتفرج عليها هو اللي بيتم دلوقتي يا أستاذ أسماء الحقيقة من عمل بنية تحتية رئيسية من طرق وكباري وأنفاء الحقيقة مهمة جداً للتنمية في مصر في المستقر وأن كان المواطن لا يشعر بذلك الآن ولكن هيحس بداه في المستقبل القريب لأن أنا مش ممكن أعمل تنمية زي ما المتاصل الكريم اللي تكلم على البحر الأحمر أنا مش ممكن أقدر أعمل تنمية في البحر الأحمر غير بوجوده طرق وبوجود كباري علشان أشجع المستثمر أن يروح يستثمر